السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بهذا الفيديو بدي أحكي لكم على استراتيجية تداول رائعة جدا جدا فوق الوصف فعلا نسبة الربح الخاصة بهذه الاستراتيجية أنا ما شفت مثلها لحد الآن بتمنى أنكم تتابعوا معي الفيديو وتركزوا فيه كتير منيح لأني رح أحكي لكم عن تفاصيل هاي الاستراتيجية بالضبط لحتى تقدروا بإذن الله تحققوا منا مرابح جدا ممتازة هاي الاستراتيجية مبنية من أجل أنه يتم تنفيذها من خلال بوت تداول آلي في موقع روسي ببيع هاي الاستراتيجية وبيتم تنفيذها من خلال هذا البوت الخاص فيهم لكن أنا صراحة ما عرفت شلون بدي أتعامل فيه لهذا البوت ما عرفت ما فهم أنا باللغة الروسية فما عرفت شلون ممكن أنه نطبق هاي الاستراتيجية بشكل آلي لكن أنا فهمت من خلال الاستراتيجية عموما فهمت كيف بتم تنفيذها فأنا رح أشرح لكم كيف فينا نطبقها بشكل يدوي قبل ما أبدأ بالفيديو بدي أحكي لكم أن هاي الاستراتيجية على كل العملات بتشتغل نسبة الربح الخاصة فيها مثل ما ملاحظين 1.5% من كل صفقة ونسبة وقف الخسارة 0.5% وعلى إطار زمني 4 ساعات أنا أشتغل عليها على إطار زمني 4 ساعات على كل العملات مثل ما شايفين الاستراتيجية بتشتغل على كل العملات بشكل ممتاز وفيك تستخدمها Spot أو Future مثل ما بتحب خليني بس أعطيكم أمثلة لتشوفوا على مجموعة عملات الاختبار الخاص بهي الاستراتيجية طبعا الاختبار على موقع Trading View مثل ما شايفين لأنه هو Secret فمن خلال الموقع تلقائيا بيعمل لنا إعادة اختبار على كل الصفقات من وقت ما بدأت العملة لتاريخ اللحظة الحالي فلاحظوا معي هاي عملة 2, 3, 4, 5, 6 مثل ما ملاحظين يلاحظوا معي هاي العملة آآ نسبة ربح الاستراتيجية فيها واحد وستين بالمية تقريبا او اتنين وستين بالمية والنت او معدل الربح الكامل من خلال الاستراتيجية الف ومية وسبعة وعشرين بالمية عموما الأرقام كتير حلوة على كل العملات فيه طبعا عملات اقل لاحظوا معي هون نسبة الربح تسعة واربعين بالمية ومعدل الربح اربعمية وتلاتة وتمانين بالمية لاحظوا معي هون 300 بالمية هون 500 بالمية هون 750 يعني عموما على كل العملات لاحظوا هاي العملة مثلا آآ اداء الاستراتيجية مو احسن شي فيها آآ مية وخمستاش بالمية لكن بشكل عام الاستراتيجية على كل العملات متل مملاحظين يعني اداءها رهيب وانا بصراحة في كذا عملة شفت فيهم اداء بالسالب عملة الدوشكوين عن الاغلب وعملة تانية عموما انتو آآ قبل ما تحاولوا انكم تطبقوها على اي عملة آآ شوفوا الباك تيست مجرد انكم انتو تنزلوا المؤشر مباشرة رح يطلع لكم الباك تيست على موقع هذا هو الموقع الروسي اللي حكيت لكم عنه اللي هو الخاص بهي الاستراتيجية اللي اسمه هامستر بوت طبعا مو بس هاي الاستراتيجية هنا عندهم عدة استراتيجيات وهي اللي بلي اشرح لكم ياها منهم هي واحدة منهم اليوم باذن الله الاستراتيجية متل مو شايفين شباب مبنية على مناطق دعم ومقاومة بشكل بس في في شكل معين لهاي الاستراتيجية قليني اشرح لكم ياها قبل ما آآ نخوض بالتفاصيل لاحظوا معي المناطق هون اللي رسمينا ياها كدعم ومقاومة باللون الاخضر واللون الاحمر ولاحظوا انه هي كل شوي هاي المناطق تتغير تمام? هاي اول شغلة آآ بتمنى انكم تكونوا فهمتوها الخطوط الخضرة هي مناطق آآ المقاومة الخطوط الحمرة مناطق الدعم هاي الاسهم البنفسجية والزرقة على الشاشة هي عبارة عن الباك تيست الخاص بالاستراتيجية يعني لاحظوا معي خليني بس كبر لكم لحتى بس تكونوا فهمانين بالضبط شو يعني شايفين هاد السهم الازرق هاد الصغير هاد اللي هون هاد بيدل على منطقة الدخول بالعملة يعني هلأ هون بالباك تيست او بالاختبار يعني بيحكي لانه هون نحنا دخلنا بصفقة وبهي المنطقة اللي هي باللون البنفسجي عند هاد السهم هاد اللي هون عاطي اشارة على اليسار هاي المنطقة اللي طلعنا منا فهون دخلنا بصفقة لونج لانه دخلنا عند هون عند الخط الاخضر هو هاي الاستراتيجية كل ما يتجاوز هذا الخط الاخضر بيدخل بصفقة لونج فمتل مملاحظين اول ما دخلنا بصفقة لونج السعر رجع نزل مرة تانية لتحت بنسبة نصف بالمية تمام فهون عطاني وقف خسارة مباشرة تمام لاحظوا معي هون نفس الشي هون دخل بصفقة لونج تمام من عند هذا الخط الاخضر اجا اخترق ورجع السعر نزل مرة تانية قبل ما يوصل انه يعطيني الواحد ونصف بالمية الخاصة فيني الحلوب هاي الاستراتيجية انه هاي نسبتها نحنا عم نحط نسبة ربح واحد ونصف لواحد يعني اذا خسرت انا ثلاث صفقات وربحت واحدة انا بعوض لثلاث صفقات الخاسرين واذا ربحت تنتين انا بدي ست صفقات خاسرين لحتى اخسري لاني جنيته من صفقتين فنسبة الربح الخاصة بالاستراتيجية ممتازة ومتل ما شايفين بالنسبة لتفاصيل الاستراتيجية متل ما حكيت مبنية على مناطق دعم ومقاومة مناطق بتم فيها تصريف العملة ومناطق بتم منها شراءها خليني وضح لكم بس كيف بتم رسم مناطق الدعم والمقاومة يعني لاحظوا هون كان في منطقة مقاومة شايفين عند هذا الخط الاخضر بحيث انه السعر اخترق هذا الخط الاخضر اللي قبله اللي هي المقاومة اللي قبل وتم رسم خط عند هاي المنطقة يلي ما قدر يتجاوزها السعر فهون لو انه السعر من هاي المناطق انطلق من هون وطلع لهون فمتوقع انه يكمل شوي للاعلى لانه ما قدر يتجاوز اول مرة وتاني مرة فممكن انه في حال انه تجاوز هاي المناطق مرة تالتة انه يتم الاختراق وتطلع العملة للاعلى وهون في عندي منطقة الدعم تحت لاحظوا انه هون في خط دعم بالاول هذا الخط متل ملاحظين وقت اللي اخترقوا هون في اكتر من صفقة في منهم خاسرين ومنهم شغالين ناجحين وبعد ما تم اختراقهم تم تغيير خط الدعم هاد ونزل للأسفل ومتل مو شايفين السعر كل شوي بعد ما يصير في كذا صفقة ويتم تغير السعر والحركة السعرية كل ما له هاي الخطوط بتتجدد وبتتغير يعني ما بتكون مناطق ثابتة دائما لا المناطق بتتغير كل شوي خليني ورجيكم مثال بهي المنطقة هون يعني هلا العملة هاي لعملة الاس ار ام بصراحة انا اخترتها بشكل عشوائي بس شفت هون في مثال ممتاز يعني حتى وضح لكم تفاصيل الاستراتيجية فيها لاحظوا انه هون السعر السعر لعملة الاس ار ام نزل لهي المستوية تمام لمستوى حوالي 23 سن تمام فهون اعطاني منطقة مقاومة بعد ما السعر طلع لهي المستويات تمام فاعطاني هون منطقة انه في حال السعر رجع نزل مرة تانية لهي المستويات انه ممكن ممكن انه يرجع يزور هاي المستويات اللي هي المنطقة اللي نزل لها من شوي تمام فعلى هذا المبدأ الاستراتيجية شغالة وهذا الشي اللي صار فعلا يعني لاحظوا بهاي المنطقة يعني هاي اول صفقة في صفقة اتنين ثلاثة اربعة واربعض مباشرة لاحظوا السعر نزل هاي صفقات شورت كلها نزل لهاي المنطقة تمام اه وهي هون عطاني هون ستوبلوس هون وقف هون عطاني ستوبلوس لانه الخط البنفسجي لاحظوا الخط البنفسجي هاد اعلى من الخط الاحمر يلي هو منطقة الدخول يعني هون في عندي انا اول صفقة كانت صفقة ناجحة لانه هون واحد ونصب المية تقريبا تمام وهون متل ما شايفين السعر رجع طلع مرة تانية وهون السعر رجع طلع مرة تانية فهاي المناطق هاي نحنا هون هاي صفقتين اخسرنا فيهم وهي متل ما شايفين هون بهاي المنطقة نحنا هون ربحنا فنحنا مثل ما شايفين بهاي العملة بعملة واحدة ربحنا صفقتين وخسرنا تنتين بمجموعة ربحنا من هالصفقتين ثلاثة بالمية مجموعة خسرتنا بهدولة تنتين واحد بالمية فبشكل عام النتيجة ممتازة ومبهرة بس على قدمه هاي الاستراتيجية رائعة وممتازة هي مثل ما حكيت لكم اذا بدنا نطبقها بشكل يدوي بصراحة هتكون متعبة بشكل كبير خصوصا اذا نحنا بدنا نداول على عدة عملات فلهذا السبب نحنا بنظلم رائبين هاي الخطوط الحمرة والخضرة بنظلم رائبينها لحتى ندخل من عند هاي المناطق يعني لاحظوا مثلا عاليا انا اذا بدي ادخل صفقة لونج بعملة الاس ار ام انا بدي استنى سعر العملة ليوصل لعند هذا الخط يلي هو امتداد هذا الخط الخط الاخضر خليني نغيره هذا سابقا باللون الاخضر تمام انا بدي يوصل السعر لهاي المنطقة من هون لهون لحتى اقدر انا ادخل بصفقة لونج او بدي استنى السعر ليوصل من هاي المنطقة لتحت هذا الخط الاحمر لحتى اقدر ادخل بصفقة شورت فبالتالي موضوع الانتظار قدام الشاشة بدي يكون متعب جدا وخصوصا انه هاي الخطوط بتتغير يعني في عندي حل ممكن اطرحه عليكم انه نحنا نعمل اه تنبيه على مثلا في حال انه مثلا انه عملة سعره اخترق اه قيمة مثلا اللي هي هون اثنين واربعين سنت او اخترق قيمة اللي هي هون الارباطعشر سنت بهاي الحالة عطيني تنبيه فانا ممكن اني ادخل واعمل اه صفقة التداول الخاصة فيني بهذا الوقت لكن انا بدي اضل غير التنبيهات هاي باستمرار بحيث اني انا لازم كل شوي شيك على العملات شوف هل هن المناطق الدعم والمقاومة هل صار فيهم تغير ولا لا او مثلا ما فيني اعتمد عليهم بشكل كامل لانه مثل ما حكيت لكم كل ما صار تغير بحركة السعر هاي الخطوط عم تتغير مع اول باول فمثل ما لكم شايفين شباب الاستراتيجية تعتبر رائعة بشكل لا يوصف لكن هي بتبطلب ان واحد يكون قاعد ومتفضي انه يرائب بشكل مستمر وبشكل دوري ويضل دائما يحدث المناطق اللي ممكن انه الواحد يدخل عندها او يطلع فبشكل دوري محتاجة متابعة هاي الاستراتيجية فاللي بدي اياه منكم اذا في منكم ناس شافت هاي الاستراتيجية واختبرتها ولقيتها فعلا انها مفيدة وفعلا لقوا طريقة انه يستغلوها بالشكل المطلوب باذن الله بدي منكم تعملو حساب متداول رئيسي على منصة شلون يعني حساب متداول رئيسي يعني بحيث انك انت تتداول ونحن نقدر ننسخ صفقات التداول الخاصة فيك مو كل الناس عندهم الوقت بالمراقبة ودائما عم يشتغلوا بالتداول بشكل 24 على 24 فانت لما تكون متداول رئيسي على المنصة اول شغلة انت عم تتداول بشكل طبيعي على حسابك وتاني شغلة انت عم تاخد ارباح 11% من كل شخص رح ينسخ صفقات التداول الخاصة فيك الفكرة هون انه انا الناس اللي منكم اللي رح تستخدم هاي الاستراتيجية رح نكون اول شغلة انا رحكون انا بعرفهم فبالتالي انا بعرف بالضبط هنن شلون عم يتداولوا فبالتالي اي شخص رح ينسخكم من المتابعين الخاصين فيني رح يكونوا بيعرفوا بالضبط نسب الربح ونسب الخسارة المتوقعينها من خلال طريقة التداول الخاصة فيكم ورح تكون الافادة على الجميع يعني انت رح تاخد نسبة ربح وكمان رح تزود ارباحك واي شخص رح ينسخك كمان رح ياخد نسبة ارباح كتير عالية طبعا ميزة نسخ التداول على بايبت هلا حاليا موجودة للفيوتشر لكن قريبا جدا رح تصير للسبوت واي شخص حابب انه يقدم ميزة نسخ صفقات للسبوت الخاصة فيه هون يضغط على كلمة سبوت طبعا ويعمل على المنصة وكمان اول ما تفتح الميزة بحيث انه اي شخص يقدر ينسخ صفقات لسبوت من خلاله وبالنسبة لجائزة منصة بايبت يلي كانت الشهر الماضي باذن الله خلال هالكم يوم رح تتوزع لكل الاشخاص يلي يطبقوا الشروط تبع الشهر الماضي اضافة انه كل شخص رح يسجل من الرابط الخاص فيني بوصف الفيديو بخمسين شخص هذا الشهر خمسين شخص كل واحد منهم رح ياخد عشرة دولار في حال عمل احساب وعمل ايداع بقيمة ميت دولار على المنصة المنصة رح تحول لي خمسمائة دولار للي وانا رح وزعهم عليكم بشكل مباشر من خلال مجموعة التليجرام فاتأكدوا انكم تنضمونها مجموعة التليجرام من خلال الرابط اللي موجود بوصف الفيديو بالنسبة للإستراتيجية شباب المؤشر الخاص فيها اسمه وانا رح حط لكم اسم الإستراتيجية كمان بوصف الفيديو لحتى تتمكنوا انكم تنسقوه بكل بساطة وتحطوه على تمام بس انتوا حطوه هون بتلاقوه بالنسبة للإعدادات الخاصة فيها بتروح هون على الإعدادات تمام بتحطوه هون خيار اللونغ والشورت تمام بتنزلو لتحت بتحطو تيك بروفيت او نسبة الربح للونغ واحد ونصب المية والشورت واحد ونصب المية وقف الخسارة صفر فاصل خمسة والستوبلوس صفر فاصل خمسة وهذا كل شي بدي ياكم تعرفوه عن المؤشر وعن استخداماته وكيف على اي اساس هو مبني المؤشر واي شخص حابب انه يساعدنا انه نقدر نبرمج شي نسهل هذا المؤشر بشكل عملي اكتر على كل المستخدمين يا ريتي تواصل معي من خلال تليجرام لحتى نشوف كيف نعمل هذا الشي مع بعض شكرا كتير لكم وشكرا لمتابعتكم وبشوفكم بالفيديوهات القادمة شكرا